او شباك الحبايب او ورد الشام وصفة قديمة كتير وصفة حلو اقتصادية مكوناتها كتير بسيطة وسهلة التحضير ومقرمشة لاطفال بيحبوها كتير مكونات الوصفة كوبين من الطحين مكونات كتير بسيطة ومتشابهة كلاياتها بعدد اتنين اتنين طحين كوبين حليب حطيت النواشف على جناب كوبين وطحين وهون عندي كوبين حليب بدي حطلهم حبتين بيض بديضيف عليهم معلقة كبيرة في فانيليا ان كانت فانيليا سائلة او ممكن فانيليا بودرة رح اخلط السوائل مع بعض منضيف على السوائل معلقتين كبار سكر سكر عادي ومنخلط السوائل مع بعضها لأ الكوبين لطحين النواشف رح حط عليهم معلقتين كبار من النشا او الكورنفلاور وبدي رشة صغيرة من الملح بخلط النواشف هي المقادير كلاياتها هلا بدي ابدى اضيف النواشف فوق البيض والحليب بالتدريج مع التحريك اذا بتحبوا تستخدموا المكسر بصير خلاط الكوكتيل كما ممكن نستعمله عم ضيف اللطحين بالتدريج مع التحريك رح حتى احصل على عجينة الرزيت بدي شوف قوام العجينة احياناً بيلزمني معلقة او معلقتين طحين زيادة حسب نوع الطحين لانه اذا كانت العجينة كتير كتير سائلة وما فيها كثافة ما بتعلق على قالب الرزيت لذلك هلا بدي شوف الكثافة مظبوط ولما بتلاوا انه العجينة ما عم تعلق على قالب بتزيدوا عليها معلقة او معلقتين من الطحين ألاحظتوا هون كتير العجينة سائلة الطحين عندي كتير خفيف رح ضيف معلقتين كبار من الطحين وكمان بخلط المكونات لحتى شوي حصار فيه كثافة اكتر بالعجينة تلاحظوا كيف صارت العجينة قوامة ممتاز هيك صارت بتعلق وبتمسك بقالب الرزيت لما منزل القالب فيها رح صفي العجين بالمصفاية حتى اذا فيه اي كتل من الطحين اتخلص منها صارت عجينتي جاهزة قطيت الزيت على النار هذا هو قالب الرزيت الخاص بهالاكلة وبيجي منه اشكال كتير رح نزل القالب بالزيت بدي خليه لحتى يصخن الحرارة بتكون متوسطة مهم كتير بهالاكلة هي الحرارة لحتى ما اضغلبنا ومباشرة تنزل من القالب لازم يكون حرارة الزيت متوسطة رح حرك تحركة بسيطة للعجينة وببدأ بشتغل بس يصخن الزيت لما منشتغل بالروزيت او بشباك الحبايب القالب بالزيت منغمره للاخير لما مننزل القالب بالعجينة ما مننزله للاخير فقط قبل الحافة بشوي هلأ منشوف كيف سخن الزيت عندي صارت الحرارة مناسبة القالب بنفضه بشكل شاقولي هيك من الزيت مننزله بالعجينة وفورا على الزيت حركة لفوق ولا تحت فورا بتلاقي العجينة او شباك الحبايب الرزيت طلعت من القالب هاي هي بدي يكون الزيت وسط اذا الزيت حرارته عالية كتير رح تمسك العجينة بالقالب وما تنزل وتعذبنا ونصير بدنا بالسكينة نساعدها وهيك اذا بخليها للقالب برجع مرة تانية بطالعه من الزيت بنفضه بهالشكل بينزل بالعجينة مو كله بس للحفة وفورا على الزيت بهزه لفوق ولا تحت اهتزاز عمودي بتطلع الروزيت لحالة كتير سهلة اول ببشوفها عزبتني وما عد طلعت من القالب معناته الزيت صخن كتير بخفف حرارة الزيت بس يصيروا الروزيت لونهم اشقر بطالعهم وبحطهم بمصفاية او على منادي المطبخ رح نساعد واحدة تانية القالب صخن بنفض عنه الزيت بهاد الشكل بينزل بالعجينة بس لعند الحفة مو كل القالب مباشرة على الزيت وبهزه لفوق ولا تحت بتنفصل عنه العجينة ببساطة متل ما قلنا اذا لاحظنا العجينة لما منزل القالب بالعجينة ما عم تمسك على القالب معناته انا بحاجة لمعلقة او معلقتين طحين اذا نزلنا القالب مع العجينة بالزيت وما انفصلت العجينة عن القالب معناته عندي الزيت حامي كتير بدي خفف شوي الحرارة سوف نكمل كل العجينة للاخير بس يصير لونه اشقر دهبي اضطالها على مندي المطبخ اما بنزلها بقطر او ممكن رش عليها سكر ناعم او بحط عليها القطر من فوق متل ما انتو بتحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة